السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم اخواني اخواتي مجديدة لقناتي شيوات ام انصاف معكم فرح فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم هاد الكابكيك بالكريمة كي يجيو اكثر من رائعين كي يجيو خفافين بزافة البنات او كي يجيو غزال المكونات اللي ساهلين ومبسطين وفي متناول الجميع لا تنسو ان تحببك في العادة بلايكاتكم وتعليقكم الجميلة ولكن هذه اول زيارة لكم للقناة مرحبا بكم و الف مرحبا لا تنسوش تشتركوا في القناة وضغطوا على زر الجرس باشي يوصلكم الجديد فيديوهاتي تابعوا معي الفيديو للاخر وفرجة ممتعة سنجد المكونات على بركتي الله سنحتاجوا جوج حبات البيض اللي يكونوا بحرارة المطبخ كاس عنباء من الزيت كاس عنباء من سكر سانيدة كاس عنباء من الحليب علبة من الياغورت بنكهات الفانيلا كيس واحد من سكر فاني جوج اكياس ديال كاكاو او لا ملعقة كبيرة ونصف من الكاكاو وجوج اكياس ديال الخاميرا الكيموية والدقيق غادي نستعمل هذه الزيتة كاملة البنات ديال الدقيق يعني الدقيق تبقى عنكم ميزانكم وحسب الخالق غادي ندوزوا حبيبتي للطريقة كيفما كاتشوفو معايا خديت هنا الكأس ديال الخلاط الكهربائي وغادي نوضع فيه جميع المكونات اللي ذكرت معاكم معا الدقيق والخاميرا من كلكوما البلد تخدمو هاد المكونات ديالكم في ايناء وتخدموهم بالطراب الكهربائي او بالطراب اليدوي انا كيفما اشتو معايا غادي نخدموهم في الكأس ديال الخلاط الكهربائي باش كينساجمو الياب زيان مع بعضيتهم هاد المكونات كاملين يعني كنتحنهم كيفما كاتشوفو معايا وضعت البيض والسكر والزيت وايضا الحليب وغادي نضيف العلبة ديال الياغورت وغادي ندور عليهم الماكينة البنات حتى كينساجموهم زيان وكيتحنونا هاد المكونات هناك نضيف ايضا سكر فاني وقبيصة ديال الملح لتصحيح الضوغ تسمحوا لي رانسيتها مذكرتهاش مع المكونات سافية البنات هنا غادي ندور عليهم المولينيكس غادي نخلطهم زيان ومن بعد غادي نفرغهم في واحد الاناء كيفما كيتشوفو معايا هالطريقة البنات كتجي سهلة وكتأكدو بان جميع المكونات ديالكم راهم تخلطهم زيان ان لو كتأتي من نتيجة رائعة vantage في مرت March لكيفما شوفوا معي أخواتي انظري الدقيق اضغط لكيمياء الدقيق مع который اكس كاكاو بعد القبل بالكاكاو كيفما شوفوون معايا ايضا انطيق depend limitation في الخليط ونتم إحبار الكيمياء بدخل كمياء دقيق مع الكاكاو في الخليط ثم نضيف ما تبقى من دقيق مع الأكيس الخميرة الكيموية بالنسبة لبنات الخليط الكبكيك ضروري أنه يكون تقل من الخليط الكبكيك ضروري أن الخليط يكون تقل لكي نجح لكم الكبكيك لا تجعل الخليط خفيف لأنه لا يجعلون خفافين لا يجعلون خفافين لذلك الخليط الكبكيك ضروري أنه يكون تقيل الخليط الكبكيك بعد أن أضفت الكمية المتبقية مع الأكيس الخميرة خلطت حتى تحصلت على هذا الخليط كيف تلاحظه معي هذا هو الخليط الذي يجعله في الآخر سوف نضيفه في هذا الجيب الحلواني سوف نضيفه على الأكيس كبكيك سوف نعمرهم بهذه الطريقة التي تكون سهلة البنات بمعلقة ولكن أنا أجعلها هذه الطريقة سهلة وضعت فيها الأوراق كبكيك يمكن أن تستعملوا هذا وإذا لم يكن لديكم هذه المولة فممكن أن تستعملوا الكويسات التي يأتيوا على هذه الشكل الكارتون التي يكونون مغلفين بالأليمينيوم هذه البنات تستعملهم بما تستعملوا المولة كبكيك أو يمكن أن تستعملوا الكويسات هذه الكارتون كبكيك كما ترى تشوفوا معي حتى هذه البنات تدخلوا من الفران بلا المول يعني تضعوا مغيف وحاد صينية وسوف تدخلوا من الفران أما بالنسبة ل خدمتوا بهذه الأوراق فإن تكون لديكم المول لكبكيك لكي لا يميلو لكي لا يطيحوش لأن الأوراق تكونوا خفافين ليس بحل الطريق تكونوا تقالين لا يميلوا ولا تشحوا وتضعوا مغيف الصفيحة وطيبوهم حبيبتي كيف تشوفوا معي كم ذلك نعمر في الكبكيك أو في الكويغتات الكبكيك بهذه الشكل كيف تدخل لكم هذا الجيب راح يساعد لكي نعمر الكويغتات بالخليط كيف تشوفوا معي نستمر بهذه الكيفية نعمرهم فقط للنصف لا نعمرهم بثافة البنات اللي عمرتهم بثافة سوف يفادي كيف تشوفوا معي عمرتهم غير النصف سوف ندخلهم الفران اللي كيكونوا شعل على درجة حرارة 180 من قبل سوف ندخلهم يطيبوا حتى يطيبوا لنا البنات هذا الكبكيك ونخرجوهم نطلقوا من بعد هنتو ما كتشوفوا معي هنا الكبكيك اللي بعد ما طابوا وخرجتهم من الفرن كيف ما كتشوفوا معي كي يجيوا رائعين وكي يجيوا طالعين وكي يجيوا كذلك خفافة البنات كي يجيوا زوينين بثاف يمكن لكم تزينوهم بلوز إفلي أو كوكاو كونكاسي أو بيبي تيوكولا أنا هنا غادي نزينوهم بالكريمة لأنني حضرتهم العيد ميلاد ديال بنتي غادي نوضعهم هكا في هاد الكويست هادو ديال كارتون عاد غادي نزوقهم بالكريمة يمكن لكم تزينوهم حسب الدوق ديالكم وحسب الرغبة أيضا كيف ما قلت لكم البنات أنا حضرتهم العيد ميلاد ديال بنتي لذلك قدرتهم في دوك الكويست ديال كارتون وعاد غادي نزينهم بالكريمة يمكن لكم تخليهم غير في الكويغطات ديالهم البنات اللي طيبتون فيهم أو لا يمكن لكم تحطهم في هاد الكويست هادو هانتوما البنات أنا كنوريكم الشكل الثاني بالكبكك اللي طيبتون في الظكت ويسات ديال الألومينيوم كيف ما كتشوفوه معايا أو الالي كيكونوا مغشين بدאל بذلك الغيشاء ديال الألومينيوم هانتوما كتشوفو معايا كيفاش يجيوه هادي كمية اللي تحصل عليها من ذاك العجي اللي عطيتكم أو ذاك المكونات هادي الكمية اللي تحصلت عليها كيف ما كتشوفوه ناركي تزولو بكل سهولة الأطباء كيجيو قطنيين كيف لا تشوفوا معي و يأتيوا خفافين سوف نقسم معكم وحيدة كيف تأتي من الداخل سوف تأتي طرية و تأتي خفيفة يأتي وراء البنات مكوناتكم ساهلين و مبساطين تقدروا تحضرهم و تعطاهم الولاداتكم و مدراسة أيضا سوف نضع كنزيا في الكريمة اخذت الكريمة و نسمتها بالفاني و نضعتها في واحد البوش و سوف ندورها على كاب كيك و ليفتك الطبيسات سوف ندوركم على اللي استعملت ديال البوش سوف ندور الوريدة و سوف نزينهم بها الطريقة حسب الدق و حسب الاختيار طبعا كما قلت لكم انا كنت محضراهم العيد ميلاد بنتي كما قلت لكم كما قلت لكم كما قلت لهم الكريمة سوف نضع بيضاء عادية لا يبغل من المنكيهات أو الألوان نسمتها فقط بالفانيلا وهنا البنات خذت هذا العقيق هذا وهذه نزين بها هكا من الفوق خذت هذه العقيق باللون الأحمر والأبيض سوف يبدي تكرش عليهم هكا ذاك العقيق من الفوق هلا الكريمة بهذا الشكل هذا باش كي أعطيني ذاك الشكل اللي يزويين بهذا الطريقة صراحة البنات كي يجي ورائعين بزاف كنتمنى أنكم تجربوه من الأعجاب ديلكم طبعا وما تنسوش كيف العادة تبارتاجي الفيديو مع أحبابكم وصحابكم باش تعمل فائدة وكي بقى هذا والشكل نهائي حبيباتي بتنسونيش دائما بلايكاتكم تعالقكم أنا غادي نودعكم نخليكم في أمان الله إلى اللقاء إن شاء الله ضمتم في رعاية الله